لقد أحدثت جريمة مداهمة المساجد هدود أفعال عنيفة حتى بين رموز السلطة فبعضهم عارض العملية قبل حدوثها كالعقيد محمد مسعود رئيس فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية بدمشق والذي عارض العملية الهمجية ورفض المشاركة بها واقترح على علي دوبا رئيس المخابرات العسكرية أن يتم استدعاء بعض الأئمة ومستخدمي المساجد وإغراءهم بالمال ليكونوا مخبرين للسلطة ضمن مناطق عملهم لأن ذلك أجدى من هذه العملية التي ستؤدي في النهاية لتجميع عدد كبير من المواطنين العاديين الذين يمكن جمعهم من الشوارع دون أي عناء حسب رأيه لكن علي دوبا ورفعة أسد لم يلتفتا لهذا الرأي وقرروا القيام بتلك الجريمة غير آبهين للنتائج الوخيمة فالمهم عندهم هو إسكاة المعارضة ولو كلفهم ذلك ذبح الشعب بأكمله والظروف الدولية في تلك الأثناء كانت تشجع النظام على التمادي في طغيانه فالتعتيم الإعلامي على جميع جرائمه ضد المسلمين من الشعب مع الدعم المادي والمعنوي من مختلف الجهاز العربية والعالمية فعلى سبيل المثال قد تم التعتيم إعلاميا على جريمة مذاهمة مساجد دمشق فلم تذكرها سوى إذاعة لندن وصوت أمريكا بطريقة عابرة أما بقية الجرائم التي تقترف في المدن الكبرى والمناطق النائية فلا يذكرها أحد ما دامت ضد المسلمين لكن في هذه الأثناء تمكن المجاهدون في مدينة حلب من قتل لجنة من المحققين التابعين للمخابرات العسكرية ممن تم تدريبهم في روسيا وكانت تضم أربعة أشخاص ونفذت هذه العملية في قلب مدينة حلب أمام الفندق السياحي وقد أرسلت هذه اللجنة من دمشق لدراسة ملفات وقضايا المعتقلين الذين تم تجميعهم في سكنة هنانو وفرع السيريان ومدرسة المدفعية بالراموسة التي تحولت إلى سجن مؤقت وكان القسم الأعظم منهم قد تم اعتقالهم بصورة عشوائية أثناء عمليات التمشيط والمداهمة التي قامت بها الوحدات الخاصة والفرقة الثالثة وعجز المحققون في فرع السيريان عن القيام بإجراءات التحقيق المطلوبة مع هذا العدد الضخم من المعتقلين الذي يعد بالمئات فطلبوا من دمشق تزويدهم بعدد من المحققين لهذا الغرض ليتسنى لهم فرز المعتقلين وإرسال من يريدون لدمشق أو سجن تدمر والاحتفاظ بالباقين في مدينة حلب وإخلاء سبيل من لا يوجد داعي لاعتقالهم فقدت السلطة صوابها عقبة تلك العملية الكبيرة فقامت المخابرات العسكرية بإرسال جميع من تبقى من المعتقلين الموجودين في سكنة هانانو إلى سجن تدمر وعددهم 170 سجينا فكانت أكبر دفعة تدخل سجن تدمر في تلك الظروف علما أن معظمهم من عامة الشعب بلا انتماء سياسي مجزرة سجن تدمر واختتم النظام جرائمه خلال تلك الفترة بمجزرة سجن تدمر الكبرى التي كانت بداية لمرحلة جديدة حالكة السواد في تاريخ سوريا المعاصر تميزت بالمجازر الجماعية بحق المسلمين فقد تماد النظام في جرائمه التي بلغت دروتها بمجزرة حمال كبرى خلال شهري شباط وآذار من عام 1982 من المعروف عن سجن تدمر أنه مخصص للعسكريين الذين يرتكبون جرائم عادية غير سياسية أثناء فترة الخدمة العسكرية فيحالون للقضاء العسكري ليصدر بحقهم عقوبات مختلفة ويتم تحويلهم بعد ذلك إلى سجن تدمر لقضاء مدة العقوبة ولعل أكثر المخالفات شيوعا بالنسبة للعسكريين الفرار من الخدمة العسكرية وأطلق عليه اسم سرية التأديب ويتبع لجهاز الشرطة العسكرية لكونه سجنا عسكريا ومع ذلك فقد استخدم كمعتقل للسياسيين في عقود السنوات الماضية وهذا ما عرفته أثناء فترة اعتقالي لأن بعض الأخوة التقوا أثناء فترة اعتقالهم ببعض الأشخاص الذين سجنوا فيه سابقا بتهم سياسية وكما ورد في كتاب تدمر المجزرة المستمرة صفحة 19 أن عددا من قادة الأخوان المسلمين والأحزاب الأخرى قد دخلوا سجن تدمر بنهاية عام 1966 وكان منهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة والدكتور محمود بابلي وعادل كنعان وأحمد بن قسلي وعبد الرحمن قرة حمود والشيخ مروان حديد وكذلك الاستاذ جودة سعيد والأستاذ مصطفى الأعسري ورشتي كيخيا ونصري كالساب وقد أفرج عنهم بعد هزيمة حزيران عام 1967 وفي نهاية عام 1979 ومع اشتداد الأحداث عقد المؤتمر القطري السابع لحزب البعث في دمشق بالصالة الرياضية بحي المزع وتحدث المجرم رفعت الأسد مهددا ومتوعدا بقتل 20% من الشعب ليعيش الباقين بأمان وأمن واستشهد بالمجازر التي ارتكبها ستالين من أجل تثبيت أركان الشيوعية في الاتحاد السوفيتي كما تحدث عما أسماه بمشروع التطهير الوطني الذي يجب أن يطول كل معتنق للمبادئ الرجعية الهدامة حسب قوله على أن تنشأ المعسكرات خاصة لذلك المشروع في صحراء تدمر لتخضير الصحراء مع وضع برامج تثقيفية قومية اشتراكية لأولئك الأشخاص والذين عليهم أن يجتازوا امتحانات خاصة ليعاد إليهم اعتبارهم وبالتالي يعادون لحياتهم العادية لقد تسربت كلمات رفعة الأسد خارج المؤتمر وأحدثت ردود أفعال عنيفة داخل البلاد وخارجها وقام المجاهدون بنشر مقاطع من ذلك الخطاب بمنشوراتهم التي يوزعوها في تلك الأيام وربما كانت كلمات رفعة الأسد بمثابة بالون اختبار للشعب تجاه هذا المشروع أو ربما ارتكب حماقة كبيرة عندما أفصها عما كانوا يخططون له لأنه أي رفعة الأسد مشهور برعونته وحماقته ولأن القضايا الأمنية الحساسة بالنسبة للنظام والطائفة العلوية تتم مناقشتها في اجتماعات سرية مغلقة بين حافظ الأسد وأركان نظامه من الضباط النصيريين ثم بينه وبين ما يسمى بالمجلس الملي للطائفة النصيرية ولا تجري مناقشتها في اجتماعات عامة كمؤتمرات الحزد واجتماعات الحكومة وغيرها ولا يتم إعلام الخدام والإمعات والدمى إلا بقدر وفي اللحظات الأخيرة عند التنفيذ أو إذا تطلب الأمر أي حركات تمثيلية بهدف إضافة الصفة القانونية على تلك الإجراءات التي يقررها القوم وما على الإمعات والخدم إلا الموافقة دون أي تردد أو مناقشة والدليل على صحة ما نقول أنه بينما كان رفعة الأسد يتكلم عن مشروعه المذكور كانت ورشات البناء تقوم بتتشين سجن سجديد في تدمر على مقربة من السجن القديم المعروف تصاعدت الأحداث كثيرا في الشهور الأولى من عام 1980 مما أفقدت السلطة صوابها ورشدها وجاءت عملية تهريب الأخوة المعتقلين من سجن كفرسوسة يوم 25.5.1980 لتخرج ذلك المشروع المخطط له إلى حيز التنفيذ وقبل أن يكتمل بناء سجن تدمر الجديد وكان القديم مكتظم بالسجناء القضائيين صدر مرسوم جمهوري بالعفو عن سجناء تدمر العسكريين وفيه تم تفريغ السجن القديم من جميع نزلائه وأما الذين حكموا بعد صدور المرسوم المذكور فقد نقلوا للخدمة في السجن القديم ريث ما يتم استكمال السجن الجديد عندئذ صدرت الأوامر لفروع المخابرات بتحويل المعتقلين الإسلاميين بعد الانتهاء التحقيق منهم إلى سجن تدمر وقد وصلت ثلاث مجموعات من المعتقلين قبل المجزرة وهم المجموعة الأولى وتضم المعتقلين الذين جمعوا في سجن القلعة في دمشق وهم من المعتقلين المخابرات العامة وشعبة الأمن السياسي وكانوا قد اعتقلوا عام 1979 و1980 من جميع المحافظات وأفرجت السلطة في بداية عام 1980 عن عدد كبير من من اعتقلوا عام 1979 وهم من أعضاء التنظيم السياسي أو ممن ليس لهم أي علاقة بالتنظيم أصلا وأما الذين لهم علاقة بالتنظيم المسلح والذين لم يمضي على اعتقالهم مدة محددة فلم يفرج عنهم لأن التحقيق لما ينتهي بعد وعدد أفراد هذه المجموعة حسب أكثر الروايات يتراوح بين الخمسمائة والستمائة شخص كان بينهم الشيخ محمد غير زيتوني ورياض جعمور الذين نقلا إلى دمشق لأجل التحقيق قبل المجزرة بعدة أيام ثم عيدا بعدها وتشكل هذه المجموعة القسم الأكبر من السجناء الذين كانوا في السجن أثناء المجزرة أما المجموعة الثانية من المعتقلين فكان مصدرها فرع المخابرات العسكرية في حمص فقد باشر المجرم غازي كنعان بإرسال المعتقلين لسجن تدمر منذ وقت مبكرة وتحديدا منذ شهر أيار عام 1980 لأن سجن البولوني الموجود في ثكنة خالد بن الوليد بحمص لم يعد يتسع للمعتقلين الذين زاد عددهم كما اشتدت حملة الاعتقالات بعد استشهاد المرهوم عبد المعين السيد وإخوانه في بداية شهر حزيران من ذلك العام عندها فقد المجرم غازي كنعان صوابه وراح يعتقل الناس عشوائيا ويرسلهم إلى تدمر ويمكننا تقدير عدد معتقلي هذه المجموعة بحوالي 200 شخص لأن فرع حمص كان يرسل دفع واحدة اسبوعيا يتراوح عدد أفرادها بين 20 و 30 شخصا وبذلك يمكننا أن نقدر عدد الذين أرسلوا خلال هذه المدة حوالي شهر بمئة معتقل يضاف إلى ذلك المعتقلون الذين تم جمعهم سابقا وهم ممن أخلي سبيلهم في بداية عام 1980 وكان غازي كنعان قد أعاد اعتقالهم وعددهم حوالي 80 شخص ولا أعرف بالضبط عدد الذين تمكن غازي كنعان من إعادة اعتقالهم إذ أن قسما منهم قد نجح بالفرار من البلاد ويضاف إلى هذه المجموعة أيضا الأشخاص الذين تمكن من كشفهم واعتقالهم أول مرة ويمكن تقدير عدد هذه المجموعة بمئة معتقل وبالتالي يصبح مجموعة معتقلي مدينة حمص 200 معتقل أما المجموعة الثالثة فكانت من معتقلي دير الزور عندما اندلعت المظاهرات في شهر آذار من عام 1980 وشارك طلاب المدارس في تلك المظاهرات فأرسلت السلطة قوات البادية لقمع المظاهرات واعتقلت عددا كبيرا من الطلاب الذين شاركوا فيها وبعد التحقيق معهم أرسلوا إلى تدمر في شهر حزيران من نفس العام وقد سمعت روايات مختلفة حول عدد لهؤلاء المعتقلين قال لي أحد الإخوة من أبناء مدينة دير الزور أن عددهم 60 طالبا ولدى منظمة العفو الدولية أسماء ل38 شخصا وقد عرفنا أنه لا يصل إلى علم تلك المنظمة سوى جزء يسير من عدد المعتقلين لا يساوي ربع العدد الحقيقي وهذا ما عرفته من دراسة العديد من تقارير المنظمة الصادرة في فترات مختلفة وتوصلت لتلك القناعة وسببها أن المصدر الوحيد الذي تعتمد عليه المنظمة لمعرفة أسماء المعتقلين هو أقارب المعتقلين الذين يراسلون المنظمة وهذا لا يتم إلا إذا كان للمعتقل أقارب يقيمون خارج سوريا ليتمكنوا من ذلك يضاف إلى هذا أن المنظمة المذكورة لا تقبل ولا تتبنى تلك الأسماء إلا إذا وصلت إليها معلومات متطابقة عنهم من عدة مصادر أي يجب أن يراسل المنظمة عدد من أقارب المعتقل بنفس الوقت وهذا أمر لا يتوفر لأغلب المعتقلين لذلك يمكننا أن نقدر عدد معتقلي هذه الفئة بحوالي 100 شخص وبذلك يمكننا تقطير عدد شهداء مجزر تدمر من 800 إلى 900 معتقل وقبل أن أختم حديثي حول هذا الموضوع لا بد أن أذكر رواية سمعتها أثناء فترة جودي في تدمر أن أحد الإخوة توصل لمعلومات من بعض أزلام السلطة مفادها أن عدد شهداء المجزرة كان 1181 شخصا وأنا لا أستطيع رد أو قبول تلك الرواية فليس لدي دليل على ذلك إنما أسجلها دون تعليق وصف المجزرة لم تتناهى لعلمنا تفاصيل تلك المجزرة إلا في منتصف عام 1981 من أخوة وصلوا إلى السجن وقد سمعوا إفادات اثنين من المجرمين الذين شاركوا بتلك الجريمة وهما الرقيب عيسى إبراهيم فياد والعريف أكرم بيشاني والذين وقعا في قبضة السلطات الأردنية بعد أن أرسلا بهدف اغتيال مضر بدران رئيس جراء الأردن عام 1981 وظهر المجرمان على شاشة التلفزيون وشرحا بالتفصيل كيف تمت تلك المجزرة الوحشية وسجلت تلك المقابلة على أشرطة فيديو ونشرت خلاصة عنها في كتاب تدمر المجزرة المستمرة الذي استقينا منه تفصيلات هذه المجزرة وإليكم كما نشرت في تمام الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم 27.6.1980 دعيت مجموعتان من سرايا الدفاع التي يقودها الزعيم رفعة الأسد للاجتماع باللباس الميداني الكامل المجموعة الأولى من اللواء 40 والذي يقوده الرائد معين ناصيف زوج تماظر بنت رفعة الأسد والمجموعة الثانية من اللواء 138 والذي يقوده المقدم علي ديب وكل مجموعة يزيد عددها عن 100 عنصر اجتمعت المجموعة الأولى في سينما اللواء نفسه وألقى فيها المجرم معين ناصيف كلمة مفادها راح تقوموا بيهجوم على أكبر وكر للأخوان المسلمين وهو سجن تدمر مين ما بده يقاتل لم يرفع أحد منهم يده أو صوته تعبيرا عن عدم رضاه بالقتال في مطار المزة التقت مع المجموعتان كانت في انتظارهم عشر الطائرات هليكوبتر كل طائرة تتسع لأربع وعشرين عنصرا كان قائد العملية المقدم سليمان مصطفى وهو قائد أركان اللواء 138 ومن الضباط المشاركين الملازم أول ياسر باكير والملازم أول مونير درويش والملازم أول رئيف عبدالله أقلعت طائرات لهليكوبتر الساعة الخامسة صباحا ووصلت مطار تدمر الساعة السادسة وعقد اجتماع لضباط العملية تم فيه توزيع المهمات وتقسيم المجموعات ثم أعطي العناصر استراحة لمدة ثلاث أرباع الساعة بعد ذلك دعي عناصر سرايا الدفاع للاجتماع وتم تقسيمهم لثلاث مجموعات المجموعة الأولى ثمانين عنصرا كلفت بدخول السجن وسميت مجموعة الاقتحام المجموعة الثانية عشرون عنصرا لحراسة الطائرات المجموعة الثالثة بقية العناصر للإحتياط في المطار ركبت المجموعة الأولى السيارات وعند وصولهم للسجن تم تقسيمهم لمجموعات تتألف كل واحدة من ستة لعشر عناصر يقودها أحد الضباط كان مدير السجن على علم مسبق بالأمر فسلم عناصر السرايا مفاتيح السجن وأرسل معهم بعض الجنود من الشرطة العسكرية العاملين في السجن مرشدين لهم لأن عناصر السرايا لا يعرفون مداخل السجن والزنازين يتألف سجن تدمر من 32 زنزانة جماعية موزعة على خمس باحات عدد المعتقلين وقتها حوالي 800 إلى 1000 شخص ونفذت المجزرة على مرحلتين بالمرحلة الأولى تم إخراج المعتقلين من الزنازين المطلة على الباحة الأولى والثانية والثالثة جمع معتقلون الباحة الأولى في زاوية الباحة الشمالية الشرقية أما نزلاء الباحة الثانية فجمعوا في آخر الباحة مقابل نهاية المهجع رقم 8 ذو الشرفة الوارسعة أما نزلاء الباحة الثالثة فجمعوا في الزاوية الشرقية الجنوبية من الباحة أمام المهجع رقم 12 تعرض المعتقلون في اليوم السابق لتعذيب شديد فأصيب الجميع بالذهول عندما فوجئوا بالشرطة يفتحون الأبواب ويخرجونهم على هذه الصورة في ذلك الوقت الساعة السابعة صباحا أطيت الأوامر بإطلاق النار على جميع المعتقلين فانهمر الرصاص يحصد أولئك الأبرياء كما قام المجرمون بإلقاء عدة قنابل يدوية وخاصة في الساحة الثانية وتمكن أثناءها بعض المعتقلين في الباحة الأولى من الهرب والدخول إلى المهجع رقم 4 فتبعهم عدد من المجرمين وأطلقوا عليهم النار وقتلوهم بعد ذلك قام القتلى بتقليب جثث الضحايا والإجهاج على كل من لاحظوا فيه بقية من حركة أو رمق وهكذا أجهز المجرمون على المجموعة الأولى من المعتقلين ثم انتقلوا إلى الباحة الرابعة ففتحت المهاجع وطلبت الشرطة من السجناء الابتعاد عن الأبواب وقام القتلى بإلقاء القنابل يدوية على المعتقلين وفتحوا عليهم أسلحتهم النارية حتى أجهزوا على الجميع وخرج القتلى بعد ذلك إلى الباحة الثالثة ودخلوا الباحة السادسة وفعلوا بمعتقليها مثل ما فعلوا بمعتقلي الباحة الرابعة ولكن أحد الأخوة تمكن من الاختباء في دورة المياه القريبة من باب أحد المهاجع وتمكن من انتزاع البندقية من أحد القتلى وأجهز عليه ويدعى الرقيب إسكندر أحمد وجرح شخصين آخرين لكن أحد المجرمين أطلق عليه النار وقتله ثم قلب القتلى جثث الضحايا فأجهزوا على كل من وجدوا فيه بقية رمق وتلطخت أيديهم وثيابهم بذماء الضحايا وهكذا وفي خلال دقائق قليلا أصبح جميع معتقليس جن تدمر في عالم الآخرة عاد المجرمون من حيث أتوا ووصلوا مطار المزة بتمام الساعة الثانية عشر والنصف وانصرفت كل مجموعة إلى لوائها كان الرائد معين ناصيف بانتظار المجموعة التي خرجت من اللواء أربعين ليشكرهم على جهودهم وقال لهم أنتم قمتم بعمل بطولة بعمل رجولة ثم أمرهم بكتمان العملية وقال ما لازم تطلعها العملية خارج مننا يعني لازم تضل سرية ومكتومة وفي اليوم التالي وزعت السلطة مبلغ 200 ليرة سورية على كل عنصر من العناصر الذين شاركوا بالمجزرة تسرب أخبار المجزرة رغم محاولة المجرمين إخفاء تلك الجريمة فقد تسربت أخبارها منذ الأيام الأولى لوقوعها وانتشرت الإشاعات في جميع أنحاء البلاد لأن أجواء الكبت تساعد كثيرا على انتشار الإشاعات وتضخيمها سمعنا بالمجزرة بعد شهر واحد من حدوثها عندما وصلنا إلى السجن واجتمعنا بأخوة التقوا أثناء وجودهم بفرع المقابرات ببعض المعتقلين بعد المجزرة كما سمعنا مرة ثانية في شهر تشرين الأول من عام 1980 عندما التقينا بأخوة آخرين وكان من بين الإشاعات التي سمعناها أن الشرطة العسكرية قد أخرجوا السجناء إلى الصحراء وقاموا بقتلهم هناك كما راجت إشاعات أخرى مفادها أن السجناء حاولوا الفرار من السجن فتصدى لهم حرس السجن وقتلوا كثيرا منهم وإشاعة ثالثة تقول أن السجناء قد تمردوا داخل السجن فأدى ذلك لتدخل الجيش وبالتالي قتل عدد كبير من السجناء بالتأكيد أن سكان مدينة تدمر قد علموا بتلك المجزرة لأن باشتطاعة الناس الذين يسكنون قرب السجن أن يعلموا بما يجري داخل الأسوار وهذا ما عرفناه أثناء وجودنا هناك لأننا كنا نسمع أصوات الناس خارج السجن كأصوات الأولاد أثناء اللعب والزغاريد أثناء حفلات الزواج إضافة لصياح الديكة وبالتالي فإن المجاورين للسجن لا يصعب عليهم أن يعلموا بوقوع المجزرة في حينها لسماعهم طلقات الأسلحة النارية مع تفجير القنابل التي اختلطت مع صيحات الضحايا وكذلك الأمر بالنسبة للقطع العسكرية المحيطة بالسجن خاصة الوحدات الخاصة المكلفة بحماية السجن من الخارج وهذا ما علمته بعد خروجي من السجن ومهما يكن من أمر فقد حسم الشك باليقين وتأكدت تلك الإشاعات بصورة لا تدع مجالا لأي شك أو التباس بعدما عرضت تلفزيون الأردني إثنين من عناصر سرايا الدفاع عندها أيقن جميع الناس بوقوع المجزرة مما أحدث الردود فيها العنيفة داخل سوريا وخارجها وقام العديد من وجهاء المدن بمقابلة المجرم خافظ الأسد الذي أجابهم كعادته بطريقة ملتوية فهو لم يفنت تلك الأخبار ولم يؤكدها واكتفى بالقول لقد شكلنا محاكم ميدانية لتبت في أمر المعتقلين في تدمر واحتجت العديد من المنظمات الإقيمية والدولية على تلك المجزرة مما أربك النظام فما كانت من المخابرات النصيرية إلا أن دبلت عملية اختطاف للسفير الأردني بلبنان في تلك الأثناء ولكن أرغم النظام النصيري على إطلاق سراحة نتيجة لردود الأفعال والضغوط التي تعرض لها وكان لتسريب أخبار المجزرة أسوأ الأمر على ذوي المعتقلين الذين سيطر عليهم القلق على مصير أبنائهم وخاصة الذين اعتقلوا قبل المجزرة وهذا ما مكن أزلام النظام من ابتزاز المزيد من الأموال من أولئك المساكين إذ اتبع المجرمون طريقة في غاية الخبث والخصة لأنهم لم يفاتحوا أحد من ذوي المعتقلين بمصير أبنائهم حتى ساعد كتابة هذه الصطور نهاية عام 1991 وما زال أولئك المزاكين يعيشون بقلق دائن مشوب ببعض الأمل وينتقلون من مدينة لأخرى ويدفعون الرشاوي لأزلام النظام الذين يمنونهم بالوعود المعسولة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم آثار المجزرة بعد المجزرة قام جهاز السجن بإزالة آثارها فنقلت جثث الضحايا بالسيارات العسكرية وتم دفنهم بصحراء تدمر بمقابر جماعية ويقال بأنهم دفنوا بعض الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة كما قاموا بإزالة آثار الدماء من باحات وزنازين السجن وباشرت ورشات الدهان والبناء بترميم الجدران وطلائها وعاد سجن تدمر لاستقبال المعتقلين بعد أقل من ثلاثة أسابيع وعندما دخلنا السجن بشهر تموز كانت ورشات الدهان والترميم تواصل عملها ورغم جميع محاولات تمس آثار المجزرة فقد بقيت آثارها ظاهرة على بعض الجدران وهذه أمثلة على ذلك ففي المهجع التاسع عشر من الباحة الرابعة بقيت بعض بقع الدم على الجدران إضافة لقطعة من فروة الراس التي التسقت بالسقف نتيجة لإلقاء القنابل يدوية على السجناء وكذلك الأمر في المهجع الثامن عشر في نفس الباحة فهو يحتوي على بقع دم على جدرانه إضافة لبعض الحفر نتيجة لإطلاق النار أما في المهجع الرابع في الساحة الأولى فقد تمكن بعض السجناء من الاختباء داخل المهجع في دورات المياه القريبة من الباب فتبعهم عدد من المجرمين وأجهزوا عليهم وبعد المجزرة وصلت أولى الدفعات للمهجع المذكور فلاحظوا انسدادا بدورة المياه فحاولوا فتحها دون جدوى فقام أحد المعتقلين بإدخال يده لإزالة الانسداد فحصل على عدد كبير من الخراطيش الفارغة سوء معاملة المعتقلين في جميع السجون بعد المجزرة لقد كانت تلك الفترة نهاية شهر حجيران من عام 1980 عصيبة جدا على جميع المعتقلين في كل السجون ولكن بلغت ذروتها بالنسبة لمنزلاء سجن تدمر الذين تعرضوا للإبادة الجماعية لقد صدرت الأوامر من الجهات العليا بإساءة معاملة المعتقلين في جميع السجون وهذه أمثلة على ذلك ففي سجن المزة بدمشق دخل الجلادون إلى الزنازين المخصصة للإسلاميين وبأيديهم الصياط وانهالوا على السجناء ضربا وإهانة وبعد انتهاء الحفلة قالوا لهم لقد جاءتنا الأوامر بهذا ونحن أدينا واجبنا أي بتنفيذ الأوامر الصادرة من الفراعنة إلى عبيدهم كما صدرت الكتب والمصاحف وأجهزة الراديو ومنعت الزيارات وتم نقل جميع الإسلاميين لسجن تدمر بعيد المجزرة ومنعت الصلاة منذ ذلك الحين وحتى الآن وفي سجن كفرسوسة تعرض المعتقلون للإهانة والإيذاء ومنعت الصلاة وصدرت المصاحف التي كان مسموحا بها قبل ذلك أما في السجن المركزي بحلب فقد وصلت الوحشية ذروتها عندما دخلت عناصر الوحدات الخاصة إلى الزنازين يحملون بأيديهم الكبلات الكهربائية وطلبوا من المعتقلين أن يخلعوا ملابسهم وانهالوا عليهم ضربا وطلبوا منهم الخروج لساحة السجن بعد ذلك طلب الجلادون من السجناء أن ينقسموا إلى ثلاث مجموعات الأولى أمرت بالاستلقاء على الأرض والمجموعة الثانية أمروا بالجلوس على بطون المطروحين أرضا والمجموعة الثالثة يمشك أفرادها بأقدام الذين استلقوا على الأرض ويقومون بجرهم والسياط تنهال على الجميع تلسع وتمزق جلودهم إن المرء يعجز عن أن يصف المشهد فالحصى والأشواك تمزق أجسام الأخوة الذين يستلقون على الأرض أما البقية فالسياط تلهب أجسامهم وبعد أن ابتلأت الساحة ببقعة دم طلب المجرمون من الجميع أن يسحفوا على الأرض والسياط تلسعهم بل تشويهم والجلادون يدوسون عليهم بنعالهم حتى تعب الأوباش من تلك المجزرة الهمجية عند ذلك طلبوا من المعتقلين الدخول لزنازينهم وقد انتلأت أجسامهم بالجروح والقروح وبقيت آثار تلك الحفلة الرهيبة على أجسام البعض عدة سنوات تشهد على همجية أولئك الأوباش وساديتهم وصف سجن تدمر لا بد لنا قبل الحديث عن إرسالنا لسجن تدمر وكيف قضينا تلك الأيام من لحظة دخولنا وحتى ساعة خروجنا من تقديم لمحة موجزة عنه نصف فيها ذلك السجن الرهيب ليتمكن القارئ من تصوره واستيعاب الأحداث والأماكن التي وقعت فيها تلك المأحداث دخلنا سجن تدمر في شهر تموز من عام 1980 وخرجنا منه بعد سنوات عجاف مريرة مرارة الموت والعلقم وكنا مغمضي الأعين عند دخولنا وخروجنا لذلك لم نرى شيئا من معالم السجن الخارجية أما معالمه الداخلية فإنني أعلمها بكل تفاصيلها لأننا تنقلنا خلال فترة وجودنا هناك بين مختلف الباحات كما قمنا بأعمال السخرة كتوزيع الطعام والماء والتنظيفات خلال فترة طويلة من وجودنا فيه مما أتاح لنا معرفة معالم السجن الداخلية بكل تفاصيلها المواصفات يتألف سجن تدمر العسكري من حوالي 40 زنزانة جماعية موزعة على 6 باحات مفصولة عن بعضها البعض بفتحات ضيقة نسبيا لا تسمح بمرور أكثر من شخص واحد وهذه الفتحات يمكن إغلاقها لأنها تحوي أبوابا حديدية وأقفالا وذلك ليتم فصل الباحات عن بعضها البعض وفتحة الباب محاطة بإطار حديد سميك ذا حواف حادة نسبيا وأما الجهة السفلة من الباب فتحتوي على حافة إثمنتية ترتفع عن الأرض 30 إلى 40 سنتيمتر لعلقلة اندفاع السجناء إلى الباحة المجاورة عند حدوث أي تمرد بالسجن وعادة يقف الجلادون وبأيديهم الصياط عند فتحة الباب من الداخل والخارج ليستقبل السجناء الداخلين والخارجين ويتجمع السجناء أمام تلك الأبواب بسبب هذه العوائق وكثيرا ما يحصل عند الحمام والحلاقة هذا الاختناق والتجمع البشري للسجناء فتنهال الصياط متسارعة لإرقاع أكبر وأكثر كم من العذاب تبدأ هذه الباحات بباحة الإدارة وتسمى باحة القلم وتقع عند مدخل السجن من الجهة الشرقية وهي تضم عددا من الأشجار والمكاتب وتحوي في قسمها الداخلي المهجع رقم واحد الذي يضم عددا من السجناء القضائيين أي السجناء غير السياسيين من العسكريين وهؤلاء يقومون بأعمال الخدمة كتوزيع الضعام والتنظيفات العامة والحلاقة للمساجين ويسمون بالبلدية لأنهم يقومون بأعمال البلدية الباحة الأولى وتأتي بعد باحة القلم ويطلق عليها السجناء اسم باحة التعذيب أو باحة الاستقبال ويفصلها عن باحة الإدارة باب حديدي بمغلاق وتضم أربعة مهاجع مرقمة بالتسلسل اثنين ثلاثة أربعة بالإضافة إلى المهجع المزدوج رقم خمسة وستة وأرضها مفروشة بالإسفلت المتآكل لتعاقب المساجين والزمان إذ تحتوي على الكثير من الحفر وتجري فيها حفلات الاستقبال البشعة للقادمين الجدد كما أنها استعملت للحلاقة في الأشهر الأولى بعد المجزرة الدموية وقد ملئ المهجعان أربعة وخمسة وستة المزدوج من الأيام الأولى التي تلت المجزرة البشعة وأما المهجعان اثنان وثلاثة فقد ملئا في عام 1981 ويعتقد بعض الأخوة أن المهجعين المذكورين كانا يضمان سجناء سيزيسيين غير إسلاميين لأن معاملتهم كانت أفضل نسبيا من معاملة بقية السجناء الإسلاميين وأما المهجع رقم أربعة فيقال أنه كان في الماضي صالة للسينما أو للمسرح لأن تصميمه الداخلي يدل على هذا الغلط أما المهجع المزدوج رقم خمسة وستة فإنه كبير ولكنه مظلم ورطب وقد انتشر مرض السل بين نجلائه عام 1982 الباحة الثانية وتسمى أيضا بباحة الحمام وهي تتصل بالباحة الأولى بباب حديدي وهي تضم أربعة مهاجة هي المهجع رقم ثمانية ويليه الحمام الذي يتألف من غرفتين كما تحتوي الباحة على صنبور ماء قريب من الحمامات ثم المهجع رقم تسعة وعشرة وحداش وهذه الباحة على شكل زاوية قائمة والمهجع الأخير رقم 11 تفصله عن بقية المهاجع باحة صغيرة لها باب مستقل وقد استعملت هذه الباحة للحلاقة أيضا والتعذيب في صيف عام 1980 لذلك فإن الأخوة نزلاء الباحتين الأولى والثانية كانوا يعيشون في حالة دائمة من الخوف والذعر بسبب سماعهم صراخ المعذبين خاصة نزلاء المهجع رقم 4 الذي تطل نوافذه الخلفية على باحة الحمام واستخدم المهجع رقم 11 في البداية لتجميع الأخوات المعتقلات من حرائر المسلمين واستبدل في منتصف عام 1981 بغرفة المستوصف التي تقع عند مدخل الباحة السابعة وفي شهر تموز من عام 1981 قام جهاز السجن بفرز المعتقلين واستخدم المهجع رقم 8 لتجميع المعتقلين الذين حكموا بالبراءة وكان عددهم حوالي 100 شخص وكانت المهاجع الأخرى تضم عددا كبيرا من الأبرياء ولكنهم اكتفوا بفرز السجناء القتماء والذين دخلوا السجن بعد المجزرة الدموية مباشرة وعمل هؤلاء في البداية بصورة أقل فضاضة من بقية السجناء نزلاء السنازين الأخرى ولكنها ما برحت أن ساءت المعاملة فيما بعد ليستوي الجميع في الآلام وأما المهجع رقم 9 فاستخدم للمعتقلين الذين حكموا في سجن المزة أحكاما تتراوح ما بين العامين والخمسة واستخدم المهجع رقم 10 لتجميع السجناء ممن حكموا أحكاما أطول من 15 عاما وما فوق أما المهجع رقم 11 فقد استخدم لتجميع من حكم عليهم بالسجن المؤبد وقام جهاز السجن في بداية عام 1982 في شهر شباط بنقل نزلاء هذه الباحة إلى الباحة السابعة ما عدى نزلاء المهجع 11 الذين أبقوا في مكانهم وصقف الباحة تم تشبيكه بالأسلاك الشائكة احتياطا الباحة الثالثة وهي كبيرة ذات أرض إسفلتية تتصل بالباحة الأولى بباب حديدي صغير كما تتصل بالجهة المقابلة بالباحة الرابعة بباب آخر وتتصل بالباحة السادسة بفتحة واسعة تسمح بمرور السيارات منها وتضم المهجع رقم 12 الذي يعتبر امتدادا للمهجع الثامن من الباحة الثانية كما تضم أيضا المهجع رقم 13 على نفس الصف وأما الجهة الأخرى فتحتوي على المهاجع ذوي الأرقام 14, 15 و 16 من مجموعة الزنازين المنفردة ويطلق عليها الجلادون اسم السيلونات وتقع بجانب المهجع رقم 16 كما تحتوي على هذه الباحة على صنبور ماء يقع قرب المهجع رقم 13 وعند التقاء الباحة الثالثة بالسادسة يوجد مكان خاص لتوزيع الطعام وتجميع النفايات فتدخل السيارات المحملة بالطعام لذلك المكان وتفرغ حمولتها لتخرج محملة بالفضلات واستحدث في هذه الباحة مهجع جديد عام 1982 وحمل الرقم 7 ويقع بقرب الباب الذي يصلها مع الأولى الباحة الرابعة وتتألف من المهاجع ذات الأرقام بالتسلسل من 17 حتى 24 ومساحتها ضيقة نسبيا رغم كثرة عدد مهاجعها وأرضها إسمنتية مربعة الشكل تحتوي على حفر كثيرة ويقع في منتصفها حوض ترابي يستعمله الجلادون في الشتاء لزراعة البصل والفجل ويستخدمون السجناء لري الحوض ورعايته أما مهاجعها فمختلفة المساحة منها الكبيرة مثل الرقم 18 و19 ومنها الصغيرة كالمهجع رقم 20 و21 وجدران هذه المهاجع منخفضة لأنها من القسم الذي بني قديما وجرى بناء جدران إضافية فوق جدرانها فوق الصقف لتزيد من ارتفاعها وتم تشبيك المسافات الواصلة بين الجدران بالأسلاك الشائكة أي أن الباحة من الأعلى مسقوفة بشبكة من الأسلاك الشائكة كالباحة الثانية هذا ويقال بأن المهجع رقم 17 كان يضم عددا من المعتقلين السياسيين من غير الإسلاميين كالبعثيين جناح العراق وجماعة صلاح جديد وكانت معاملتهم أقل سوءا من معاملة بقية السجناء وكان عددهم 24 شخصا عام 1980 ثم زاد عددهم إلى 49 شخصا بعد اعتقال دفع جديدة تضم 25 شخصا من مدينة حمص عام 1981 أما المهجع رقم 24 فيقع في مواجهة المهجع رقم 17 عند مدخل الباحة وضم عددا قليلا من السجناء 13 شخصا ولم يزد عددهم لأن جهاز السجن لم يضف إليهم أحدا من الوافدين الجدد لأمر مهم يخافه الجلادون ويظن بعض الأخوة أن هؤلاء المعتقلين هم البقية الباقية من السجناء الذين كانوا أثناء المجزر الوحشية الآثمة أي أنهم الناجون منها والله أعلم وباختلاطهم بالسجناء الآخرين تشيع وتنتشر أخبار المذبحة الهمجية وأسماء وأحداث تلك الجريمة القذرة إن المهجع رقم 23 مظلم ورطب لذلك انتشر فيه مرض السل بعام 1982 الباحة الخامسة عند الالتقاء الباحة الثالثة بالباحة السادسة يوجد باب يؤدي إلى الداخل بدهليز ينتهي بباب حديثي محصا كتب عليه الباحة الخامسة وتقع إلى جانبها غرفة المحرس إذ يتجمع الجلادون هناك دائما ولم نستطع أن نعرف شيئا عن هذه الباحة طوال فترة وجودنا بالسجن وبقيت سرا غامضا ولوظا مبهما ويقول بعض الأخوة أنها تضم عددا من الزنازين المنفردة والتي كانت تستعمل للسجناء المتهمين بالتجسس أو تستخدم للسجناء العسكريين الذين يرتكبون الكثير من المخالفات أو جرائم خطيرة أخرى أثناء فترة اعتقالهم والله أعلم الباحة السادسة وهي أكبر ساحات السجن على الإطلاق كما أنها اكتسبت أهمية خاصة كالأولى حيث كانت تجري فيها عمليات الإعدام وهي تحتوي على مهاجع قديمة وغرفة الورشة وهي المهجع رقم 25 و 26 و 27 و 28 والمهجع 31 أما القسم الآخر فقد بني حديثا ويضم المهاجع الرقم المرقمة بالتسلسل 32, 33, 34 وبني مهجع جديد أيضا قرب المهجع 34 في عام 1982 فلم تعيد السجون تتسع لقد استعمل المهجعان 31 و 32 لتجميع الأحداث القاصرين دون سن الثامن عشر عندما قام جهاز السجن بفرزهم عن بقية المعتقلين في نهاية عام 1980 وكان عددهم كبيرا حوالي الأربعمائة شخص وهكذا جمعت الطقاء حتى الأطفال داخل السجون لتخرج جيل الخنوع والركوع الأسدي للصهاينة ولكن هيهات باحة المستوصف وهي منفصلة عن الباحتين السادسة والسابعة وتقع بينهما وتضم إلى جهتها اليسرى قرفة المستوصف والذي استخدم لتجميع الأخوات المسلمات المعتقلات منذ عام 1981 بعد أن تم نقلهم من المهجع رقم 11 وكان عددهم بضع عشر امرأة وكان بينهم طبيبة من دمشق اسمها فادية دهان وهي متخرجة عام 1979 اعتقلت مع جميع أفراد أسرتها والدها واثنين من إخوتها أحدهم عمره 13 سنة وزوجة أبيها بعد أن قتلت المخابرات اثنين من إخوتها هما الشهيدان فواز وبشار وأخلي سبيلها مع والدها وخالتها وأحد إخواتها في نهاية عام 1981 أما شقيقها الآخر فقد استشهد في منتصف عام 1981 على أعواد المشانق في دياجير الظلم والقهر والحقد الطائفي اللئيم أما الجهة اليسرى لهذه الباحة فتضم باحة صغيرة تحتوي على المهجعين رقم 29 و30 الباحة السابعة تم استحداثها عام 1981 وهي تضم أربع مهاجع كبيرة هي المرقومة بالتسلسل 35 36 37 38 واستخدم المهجع 35 في بداية عام 1982 لتجميع المعتقلين نزلاء المهجع رقم 8 في الباحة الثانية والذين جرى فرزهم في شهر تموز من عام 1981 وهم ممن حكمت عليهم المحاكم الميدانية بالبراءة وأما المهجعان رقم 36 و37 فاستعملا للمعتقلين الأحداث نزلاء المهجعين رقم 31 و32 وأما المهجع رقم 38 فاستخدم لتجميع المعتقلين نزلاء المهجعين رقم 19 وهم ممن حكموا في سجن المزة لفترات تتراوح ما بين عامين و15 عاما وكان عددهم حوالي 200 معتقل بينهم عدد كبير من ضباط الجيش كان من بينهم الرائد الطيار عثمان الأصفر مواليد اللاذقية عام 1949 أسر في حرب رمضان عام 1973 واشتهر باسم الصاروخ الخامس عندما سئل أثناء المقابلة الإذاعية في الأسر عن عدد الصواريخ التي تحملها طائرته ميك 21 فأجابهم إنها تحمل خمسة صواريخ فتعجب المحقق اليهودي من إجابته ولم يفهم مغزاها فقال له نحن نعلم أنها تحمل أربع صواريخ فقط فأجابهم بأنها أربع صواريخ فعلا ولكنه هو ذاته الصاروخ الخامس في الطائرة فاضطر المحقق إلى قطع المقابلة الإذاعية التي كانت توث على الهواء مباشرة وهكذا انتقم العملاء من كل الشرفاء وعلى كل المستويات إرضاء لأسيادهم في تل أبيب وواشنطن لقد اعتقل هذا الأخ عام 75 أي بعد عام واحد فقط من عودته من الأسر ومكث عامين ونصف العام في سجن المزة بتهمة انتمائه للبعث العراقي وأعيد اعتقاله بنفس التهمة عام 1980 وأدخل سجن المزة وحكم عليه بالسجن 15 عاما نقل بعدها إلى سجن تدمر في نهاية عام 1980 وتم تسريحه من الجيش بعد أن اعتقل في المرة الأولى ولم يسمح له بمغادرة البلاد إذ عمل في مجار التجارة ليعول إسرته وهكذا يكون مصير الشرفاء من أبناء سوريا على أيدي الأوباش النصيريين الباطنيين وصف مهاجع سجن تدمر إن أكثر المهاجع تم بناؤها قديما فهي ذات جدران سميكة من الحجارة وأسقفها من خفضة وأبوابها حديدية رهيبة يتم أغلاقها من الخارج بدقر حديدي غليظ يوضع في نهايته قفل كبير وتحتوي هذه المهاجع على نوافذ ضيقة وفي جهة واحدة فقط من الزنزانة يضاف إلى ذلك الشراقات العريضة في واجهة المهاجع حيث توجد النوافذ مما يمنع وجود التيارات الهوائية النقية لذلك فهي مظلمة ورطبة لوجود صنابير المياه بداخلها إن كل مهجع يحتوي على دورة مياه واحدة أو مزدوجة مع صنبور للماء تنفصل عن بقية أجزاء الزنزانة بجدار في منتصفه فتحة تشبه الباب ولكن لا وجود له وقد لا تنفصل دورة المياه عن المهجع بأي حاجز إنما تكون في إحدى الزوايا محاطة بجدران يصل ارتفاعها إلى متر ونصف المتر فقط فتكون شبه مكشوفة الداخل لأن الجدران لا تصل للسقف فتستر من في الداخل ولها باب وضعت عليه بطانية بالية لتستر من خلفها ولذلك فإن رائحة البول والغائض تخرج للمهجع مباشرة وتبقى فيه بسبب سوء التهوية وعند انقطاع الماء تكون الأوضاع لا تطاق وهذا ينطبق على أكثر المهاجع القديمة ويضاف إلى ذلك الرطوبة المنبعثة من صنبور الماء نتيجة عمليات الجلي والغسيل المستمرة وأدت هذه الأوضاع إلى إصابة أكثر المعتقلين بأمراض شتى لتزيد إلى عنائهم وشقائهم وآلامهم عاهات إضافية من السل والربو وأمراض الروماتيزم وغيرها الإنارة والتهوية يحتوي كل مهجع على مصباحين كهربائيين أو أكثر تتم إنارتها من قبل جهاز السجن فلا وجود للمفاتيح داخل المهجع وتبقى المصابيح مضاءة طول الوقت ولأن الدفء منعدم أساسا في الزنازين لذلك فالبرودة شديدة خلال فصل الشتاء كما أن أكثر الزنازين ترشح الماء من أسقفها عند خطول الأمطار في فصل الشتاء لأنها قديمة متهالكة ولم تجري عليها أي عمليات ترميم ولزيادة العذاب طبعا أما المهاجع الحديثة فتمتاز بارتفاع جدرانها وبنوافذها الواسعة الموجودة في القسم العلوي والنوافذ لا تحتوي على شبابيك إنما تم تشبيكها بالأسلاك الحديدية فقط فهي مفتوحة دائما وكذلك الحال في المهاجع القديمة كما تحتوي المهاجع الحديثة على فتحات واسعة بسقفها بمساحة متر مربع ولم يتم تعطيتها بشيء إنما تم تشبيكها بقطبان حديدية تسمى الشراقات لذلك فالتهوية جيدة والحالة مقبولة نسبيا في فصل الصيف خاصة أثناء النهار أما في الشتاء فالوضع سيء للغاية فالبرد شديد والمطر يسقط من الفتحات العلوية على المعتقلين مباشرة وبما أن تدمر منطقة صحراوية فالجو حار جدا في الصيف أثناء النهار مع انخفار ملحوظ في درجة الحرارة ليلا وأما في الشتاء فالحرارة منخفضة هناك ولأن عدام التدفئة إضافة إلى النوافذ المفتوحة مع الفتحات العلوية في السقف علاوة على الهواء الذي يتسرب من جوانب الأبواب الحديدية بسبب انكماشها الناتج عن برودة الجو كل هذه العوامل تجعل درجة الحرارة داخل الزنازين لا تختلف عما هي خارجها الملابس والأغطية التي يملكها المعتقلون أكثر المعتقلين لا يملكون سوى الملابس التي اعتقلوا بها فحوالي 95% منهم لم يسمح لأقاربهم بزيارتهم ونتيجة لعمليات التعذيب المستمرة من ضرب وزحف وجر على الأرض فإن الملابس قد تحولت لأسمال بالية بعد فترة قصيرة من دخول السجن وقد قام المعتقلون بترقيع ملابسهم قدر استطاعتهم والبقية أي 5% من السجناء فقد سمح لبعض أقاربهم بزيارتهم وكانوا يوزعون يحصلون عليه من الملابس والنقود والطعام على إخوانهم وفي نهاية عام 1980 سمح جهاز السجن لأول مرة بشراء بعض الحوائج فقد وزع الجلادون ورقة وقلما على كل زنزانة وطلبوا من السجناء تسجيل حاجاتهم من المواد الضرورية لكنهم لم يحضروا جميع المواد التي سجلها السجناء إنما اشتروا بعض الملابس والجوارب والصابون وهنا كانت فرصة ثانية للحصول على بعض الملابس ورغم ذلك فقد ظلت كمية الملابس قليلة جدا لتقري من البند لا يزيد عددها عن خمسة قطع للسجين الواحد ويقوم الشخص بارتدائها جميعا أيام الشتاء وأثناء النوم وفي النهار أما البطانيات فقد قام جهاز السجن بتوزيع ثلاث بطانيات مع عازل خلال الأيام الأولى لمجيئنا للسجن والعوازل عبارة عن قطعة من شادر سيارة بطول مترين وعرض متر واحد خيط على أحد وجوهه قطعة من بطانية بالية وهي بدل الفراش لذلك فهي قاسية ورقيقة لا تقي من برودة الأرض ولا ترد زمهرير الشتاء عن السجناء لكن بعد ذلك زاد عدد المعتقلين دون أن تزيد البطانيات والعوازل فأصبحت حصة السجين الواحد بعد ذلك لا تزيد عن بطانيتين تستخدمان كفراش وغلطاء أما العوازل فقد فرشت بأرضية المهجة هذا الوضع يكون مقبولا نسبيا خلال فصل السيف خاصة في المهاجة الحديثة ورغم ذلك فقد كنا نشعر بالبرد أثناء الليل لأن الأغطية قليلة أما في فصل الشتاء فالبرد شديد أثناء الليل والنهار وكنا لا نستطيع النوم من شدة البرد ليلا أما في المهاجة القديمة فالوضع أسوأ من ذلك بكثير فهو غير مقبول صيفا ولا شتاء وينطبق عليه المثل القائل فالصيف حريق وفي الشتاء غريق ويسعى المعتقلون جاهدين لتلطيف الجو داخل الزنازين في فصل الصيف بتحريك الهواء فيمسك اثنان بالبطانية ويقومون بتحريكها باتجاه النوافذ بغية طرد الهواء الفاسد إلى الخارج وتلطيف الجو كما يتفعل المراوح ويتبادل المعتقلون الأدوار على هذا العمل ليلا ونهارا حتى يصبح الوضع محتملا خلال أيام الصيف وتمكن المعتقلون من ترقيع ملابسهم الممزقة وذلك بانتزاع الخيطان من الملابس للترقيع وكذلك استخدمت الخيطان المأخوذة من الأكياس البلاستيكية المستعملة للخبز وهي أكياس الدقيق أما إبر الخياطة فكانت في البداية قطعة قش قاسية كشوكة أو من المكانس وبما أن الملابس بالية فيمكن خرقها بها واستخدمت بعض الأسلاك المعدنية التي حصلنا عليها بطريق الصدفة لصنع إبرت الخياطة التي لم يسمح لها بدخول السجن مع الخيطان إلا في عام 1983 عندما سمح للمعتقلين بشرائها سجن تدمر يعاود نشاطه بعد المجزرة بعد محاولة اغتيال المجرم حافظ أسد وما بقيها من عمليات وما لحق بها من الأحداث أفقدت تلك العمليات الجريئة السلطة صوابها مما دفع بأجهزة القمع أن تتماذى في أساليب قمعها فكان إن اشتدت عمليات الاعتقال فلا يكاد يمر يوم واحد إلا وتستقبل فيه تلك المراكز أعدادا كبيرة من المعتقلين الجدد مما جعل فروع المخابرات وبقية مراكز الاعتقال المؤقتة في مختلف المحافظات تضيق بسجنائها عندها صدر قانون العار رقم 49 والذي يقضي بأعدام كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين وقد شكلت محاكم صورية لتتولى تنفيذ ذلك القانون الهمجي والتي أطلق عليها اسم المحاكم الميدانية وبدأت فروع المخابرات في جميع المحافظات بإرسال المعتقلين إلى سجن تدمر الجهنم بعد إزالة آثار المجزرة إن العادة المتبعة في هذا المجال أن تقوم المخابرات العسكرية بإرسال معتقليها إلى تدمر مباشرة ما عدا بعض الاستثناءات حيث يرسلون المعتقلين إلى دمشق ومن ثم إلى تدمر أما المخابرات العامة أمن الدولة فجميع فروعها في مختلف المحافظات ترسل المعتقلين إلى سجن كفرسوسة بدمشق ليتم إعادة ضبط الاعترافات ومن هناك يرسل السجناء إلى تدمر وأما الشعبة السياسية فإنها تحول معتقليها إلى دمشق ومن هناك يتم تحويلهم إلى سجن تدمر أو المزة الرهيبين وقد كان عدد معتقلي هذه الشعبة قليلا مقارنة بشعب المخابرات الأخرى وما أنشئ من أجهزة اقتبوطية همجية أخرى لقد كنت واحدا من الذين قدر عليهم أن يدخلوا ذلك السجن المخيف بعد فترة قصيرة فقط من المجزر الرهيبة فكيف كان ذلك؟ الخروج من فرع المخابرات هناك حل رمضان شهر الرحمة والبركة فاستبشر المعتقلون بقدومه خيرا وتفائلنا باقتراب الفرج كنا نظن أن السلطة قد تقوم بإخلاء سبيل المعتقدين الأبرياء الذين لم يثبت التحقيق أي تتهمة تستحق الذكر عليهم وهؤلاء يمثلون السواد الأعظم من المعتقلين أو الإفراج عن بعضهم وكان أكثرنا يحسن الظن في أولئك الوحوش الخسيسة والجرزان المذعورة لكن سرعان ما خابت الظنون وتبددت الأحلام وحدث ما لم يكن بالحسبان وعرفنا بعد الشقة ما بين الآدمية والوحشية حضر مدير السجن مع بعض الجلادين ذات ليلة حاملا معه قائمة فيها بعض الأسماء فظن أكثرنا في بداية الأمر أنه إخلاء سبيل إلا أن الوقت كان متأخرا حوالي الساعة الحادي عشر ليلا كنا نصلي صلاة التراويح وكان اسمي موجودا في تلك القائمة المشؤومة وطلب مننا الجلاوزة أن نجمع أغراضنا وأن نهي أنفسنا ثم أخرجنا من الزنازين وتم تجميعنا في إحدى الصالات وجاءت جلادون بالقيود الحديثية والسلاسل والغمامات هناك أصبنا بالانقباض وسيطر علينا الخوف وتبددت الآمال وعرفنا أنهم يريدون نقلنا إلى سجن آخر أو ربما إلى إحدى محاكم التفتيش كما أنهم يرددون بتلك الأنثناء لأن اللغط حولها قد زاد في تلك الأيام المشؤومة من تاريخ بلدنا المنكوب وقامت جلادون بوضع الغمامات على أعيننا ووضعت القيود الحديدية في الأيدي وربطت بالسلاسل حتى صار الجميع كتلة واحدة فكل واحد منا مقيد الأيدي ومربوطا بالسلاسل إلى الذي يليه وهكذا أجلسنا على الأرض وبدأ الجلادون ينهالون علينا بالصياط فرحنا نصرخ ونستغيث ولا من مغيث إلا الله الذي يعلم السر وأخفى كما تساءلت في تلك الظروف الرهيبة هل يعلم أحد بأحوالنا وما نقاسيه ونتحمله الله أعلم لقد مارس الجلادون إطفاء السجائر في وجوهنا ورقابنا ورؤوسنا وراح آخرون يبصقون علينا حتى امتلأت وجوهنا بالبصاق وآخرون راحوا يرفسوننا بأرجلهم على صدورنا وظهورنا بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فوضعوا نعالهم فوق رؤوسنا ناهيك عن الشتائم والألفاظ المنحطة والحقيرة التي يعف اللسان عن ذكرها قضينا وقتا عصيبا على هذه الحالة قاسينا خلالها من الإذاء والقهر والإهانة ما لا يعلمه إلا الله وما يعجز الإنسان عن وصفه لأنني أجد نفسي عاجزا عن وصف مشاعرنا في تلك الأثناء فهذا أمر لا يعلمه ولا يدركه إلا من عايش تلك الحالات بين أيدي الظالمين وبعدها طلب منا الزبانية الوقوف لكن أنا لنا القدرة على ذلك بعد أن أخذ منا الإعياء والإنهاك كل ما أخذ لقد تيبست مفاصلنا من الجلوس الطويل على الأرض وأصيبت أطرافنا السفلية بالخدر والنمل وسيطر علينا الخوف والهلا فلم نعد نفكر بالآلام والهموم وكنا في حالة انهيار شامل راح الزبانية يخرجوننا من القبو الأرضي وطلبوا منا تسلق الدرج وكثير منا وقع على الأرض بسبب عصب العيون والإنهاك والإرباك الناشئ عن الرعب وساعدنا الجلادون على صعود الدرج لينتهوا من المهمة بأسرع وقت أدخلنا بعدها سيارة باس أعدت لهذه المهمة فسترت جميع النوافذ بالورق لألا يرانا أحد من الخارج أثناء ترحيلنا جلسنا في مقاعد محددة وأحاطت جلادون بنا من الأمام والخلف وطلبوا منا حني رؤوسنا للأسفل وكل من حاول رفع رأسه كانت السياد تنهال عليه وتلسعه كالجمر الحارق انطلقت بنا قافلة العذاب ورافقتنا أعداد أخرى من السيارات التي اكتظت بعناصر المخابرات المدججين بالسلاح خوفا على صيدهم الثمين فكرت ودارت في مخيلتي الكثير من الأفكار والصخر والتساؤلات إلى أين نحن ذاهبون طبعا إلى سجن آخر أو إلى محاكم التفتيش العصرية التي تتناسب مع الحقد الطائف الدفين وإذا كان الأمر كذلك فما هو الجرم الذي اقترفته حتى أجد هذه الوحشية ولأدخل السجن أو حتى لإرسالي إلى إحدى محاكمهم امتد الوقت وتطاول والسيارات تنهى بالطريق مسرعة عندها علمت أن الرحلة طويلة فسيطر علي الخوف أكثر فأكثر ورافقتني أشباح للموت والكرب كثيرة كنا نسمع أنهم يريدون تجميع الأخوان المسلمين في سجن تدمر ولطالما صرح رفعة الأسد النصيري لأنه سيخضر بادية الشام بأيديهم في ذلك أنفع من وجودهم في المجتمع لأن عزلهم ضروري فأخذت أتساءل ما علاقتي بالإخوان المسلمين لأذهب إلى سجن تدمر هل كتب المحققون في إيثادتي أشياء أخرى لم أعترف بها هل لفقوا لي تهمة ما وهل 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 كنت أمني نفسي أثناء وجودي بفرع المخابرات بأن الكثير من أقارب يعرفون بعض رموز النظام والمحسوبين عليه ولعل أحدهم يتدخل لي عندهم فيتمكن من إخلاء سبيلي بطريقة أو بأخرى ولكن ذلك لم يحصل وها أنا ذا في طريقي إلى السجن أو إلى المحكمة ورحت أتساءل ثانية وبمرارة لماذا يحدث ذلك هل تخلى عنا أصحابي أو أقاربي هل يعلم بحالي أحد هل صرت منسيا في هذه الدنيا فلا أحد يذكرني أم تراهم أي أقاربي لا يتجرؤون على أن يفعلوا ذلك هل تدخل بعضهم وحاول مساعدتي ففشل؟ بل أقنعهم المجرمون بأنني شخص خطير وفعلت كي توكيد كيف تحلو لأقارب الحياة هناك خارج أسوار السجون وأنا هنا أعاني ما أعاني بعيدا عنهم هل كذا؟ كيف كذا؟ لماذا كذا؟ وأخيرا قلت في نفسي لقد انقطعت بنا كل أسباب الأرض ولم يبقى لنا إلا حبل السماء نعتصم به وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بتنوب العباده خبيرا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وبالطبع إن ضعف الإنسان يظهر عند الشدائد والنوائب حيث تسيطر عليه وساوس الشيطان واليأس والقنوط وربما ظن الإنسان بربه الظنون كما ورد في القرآن الكريم وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونة ومهما يكن من أمر فإن تلك المحنة كانت فوق طاقة التحمل البشري ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به لقد سيطر علي الخوف وغمرني شعورا بالرهب لكني أسلمت أمري لله ورحت أقرأ ما أحفظه من آيات القرآن الكريم والأذكار والأدعية سائلني المولى سبحانه وتعالى السلام والمغفرة مستمدا منه العون والتأييد وكم كنت أدعو الله بهذا الدعاء اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير نعم لقد سيطر علينا الخوف لأن كل ما حولنا كان مجهولا ومخيفا وكنا نتعامل مع طلاسم ومع معيات ومجاهيل كباطنية ذلك النظام العفن المتفسخ وهذه حالتنا طوال فترة سجننا وبعد ساعات مريرة من الإرهاق في السفر تعرضنا خلالها لشتى صنوف الإهانة والقهر والإذاء وصلنا إلى سجن تدمر دون أن نرى شيئا من الطريق أو من معالم ذلك السجن المخيف من الخارج